هي ممكن فكرة يعني فكرة سلبية تكون في دماغي ممكن توقف قرارات صحة في حياتي ده تخليك كمان ما عندكيش شغف انك تعملي حاجة او تحس ان انت منهكة او انا هل كان كده ليه النهاردة او انا هبطانة ليه النهاردة ايه هو ده ده بيحصل للناس تحس ان انت جسمك واقع يعني جسمك مش واقف يعني اللي هو ما عنديش طاقة ما عنديش الباور ما عنديش حتى الشغف انا الوقتي داخل انام عشان ادخل في مرحلة النوم بتاعتي الصح اللي هستفاد بيها لازم اوصل لمرحلة تسمعها النوم العميق عشان اوصل لمرحلة النوم العميق دي يعني ما فيش تفكير عشان اقوم باور جديد لو انا قمت بالباور بتاعي كامل وعندي overthinking اخدت اشم منهم في المية اصلا من الطاقة اللي عندي بدون موعع كده وبدون مركز وبدون مشعور اخدت اشم في المية منهم استهلاك بس في فكرة معينة في فكرة معينة بقى لثمانين هاكل بيهم وهاشرب بيهم وهتحرك بيهم وحل مشاكل بيهم واشوف مشاكل زجوزي ومراتي وعيالي والشغل وي 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 طب انا فين هتلاقي ما فيش باور يحقق لي الهدف او اسعى لطموح او افكر في فكرة معينة او اوصل لحاجة معينة تتلاقي دايما الشباب باجي اتكلم معاها يقول لي دكتور يعني معلش ان تقعدوا تبدونا حاجات في موتيفيشن وتحفيز والكلام سهل وحاولي وتعملي وبتاعه ويقول لي الكلام سهل اقول له اه مهالكلام سهل وتنفذه صعب بس لو انت عندك باور الشباب او الباور اللي انت عايش بفي يومك بتستخدمه صح انا زي اكلت اكلة كويسة اكلت اكلة صحية كويسة الاكلة الصحية دي اديتني باور معين ان انا اقدي به اداء معين كاني راح الجم مثلا ده لايف ستايل بتاعي انا داخل النهاردة في يومي متمرن كويس واكل كويس فبالتالي هبقى اليوم كله عندي مشرق اليوم كله في باور وفي طاقة ايجابية وما سمعتش لكلام سلبي وما فيش وما فيش وما فيش لكن احنا مشكلتنا بقى ان انا بمسك فكرة معينة وبيهي العقلي ان الفكرة دي هي اللي معقارة صفوة حياتي صح ان الفكرة دي هي اللي ممكد عليها لا بالعكس هي الفكرة عملة تجزي بسبعين جل فكرة سلبية كمهاها والاصعف ده المشاعر بقى بتاعته يعني مثلا هندي مثال يعني واحد مثلا ساب شغله خلاص يعني حصله مشكلة والشغل استغنى عنه برافو هيفضل رابط كل مثلا ان الفلوس قلت في البيت بسبب ان نساب شغله مشاكله زادت في البيت مع امراته بسبب ان نساب شغله برافو عليكي برافو جدا الاصعف ده بقى ان هو يجذب قصاد ده الكلام السلبي ايو اللي بيأزي نفسه بيه زي السلفة هارمنج كده جلد الزاد اه زي جلد الزاد كده بزبط بيعمل على نفسه يقولك انا فاشل صح انا السبب انا كنتش المفروض اخد القرار ده انا تسرعت ما كانش المفروض ارد على مديري ما كانش المفروض ده ما ارقش متأخذ انا الوقت هصرف منين بتلاقي بيتخانق مع امراته بيتخانق مع اولاده بتلاقيه عصبي بزبط تلاقي بيروح لطرق سلوكية انحرافية مش كويسة بزبط زي ستة اللي تنفاصل زي ستة اللي تنفاصل يعني بتيجي بعد الطلاق لا بعدها حضرتك بزاكرة بقى اكتر لما انا قلولي الدكتور عمر جايلك شلين فانا عادة مزاكرالك